من هنا من منطقة الحي الشرقي في جنين الذي صمد ثلاثة أيام متواصلة بشوارعه وحاراته وأزكته ومساجده وسكانه وفرض عليه الاحتلال الإسرائيلي طوقا عسكريا مشددا وعات به فسادا وخرابا جيش الاحتلال الإسرائيلي استباح كل ما هو فلسطيني هنا في منطقة الحي الشرقي هذه أثار جريمة الاحتلال الإسرائيلية الذي تظهر عبر عين كاميرا فلسطين دمر الشوارع دمر البنية التحتية بشكل كامل هذا المسجد الذي يظهر أيضا عبر عين كاميرا فلسطين مسجد خالد ابن الوليد كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حوله إلى ثكنة عسكرية وبقي داخل هذا المسجد لمدة ثلاثة أيام متواصلة يفرض خلالها الحصارة المشددة والمطبق على منطقة حي الشرقي بأكملها انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسجد خالد ابن الوليد وترك كامل مخلفاته منطقة الحارة الشرقية بالذات منطقة عسكرية مغلقة لا يمكن أن يدخلها لا إسعاف ولا صحفية ولا غيره الذي كان يقرب كان يطخه عليه الأربع الصباح دخلت الجبات البوز النمر والديناين وبلشت تحفر طبعا أول ما دخلوا قطعوا الكهرباء المي مقطوعنا من شهر من 6-8 لما دخلوا المرة الماضية بلشوا جرفوا بالشوارع عيشة مش طبيعي طبعا إطلاق النار كان بشكل عشوائي على الدور على المنازل أي حدا بطول رأسه وكان يطلقوا عليه النار يعني خلقوا حالي من الرعب عند الأطفال وعند الناس وعند المواطنين في كتير من الحارة نزحوا اللي عنده أطفال عنده كان صعب من 6 أيام تقريبا وأهل الحارة هيتعاني ولا إيش دخلها ولا إيش لا مساعدات لا مي لا كهرباء لا نت ولا إيش انقطعنا العالم كله بطا نعرف شو بصير في البلد نهائي ولا إيش في ابن عم ساكن مني وفوق بدون ينزل على الجامع يعني أدن هو كبير بالعمر شوي وهو نازل الجيج طبعا قالوا ننزل تحت هم بالذات هم قالوا ننزل من هون وصل الجامع كانوا الكناص يتدرب عليه كانوا يعني يطخوا عليه بعد ما ارتمى ووكى على الأرض بوز النمر طلع عنه وعنجري في الاشتياح هذا كان أشد استياح علينا يعني كثير كان ثقيل لأنه الجرفات كانت تقريبا يعني أخرى شوي بدخلوا على البيت ويعني الحمد لله تحملنا يعني غير إنه الكهرباء كلها قاطعة إنه أربع خمس أيام الثلاجات وهذا دنيا حر وخرى كمان الحمد لله على كلنا نحن صامدين إن شاء الله هاي حياتنا وبدنا نتحملها وإن شاء الله إنه ربنا سبحانه وتعالى يطينا النصر بإذن الله وإن شاء الله نصامدين على أراضينا هاي هاي أراضينا مش أراضيهم والله سبحانه وتعالى راح يشيلهم عننا يوم من الأيام تعرضنا لكثير المداهمات بيتية دواهم الشوارع داهم البيوت اعتقلوا الشباب وهيئة التدمير الماثل أمامكم والصورة أبلغ من كل حديث حتى تحدثنا به والوضع الإنساني سيء للغاية طعام ما فيش دواء ما فيش حتى علاجات لم تتوفر إلا في هذا اليوم كان شوية انفراج كان في الصحة ورح نجيبنا الدواء لنا بعض الأمراض المزمنية وأيضا حتى علاجات إذا كان مريض تعرض بده علاج كانت هناك صعوبة كسوة إنه يحصل علاجه والحمد لله على كل حال ما أصابنا لم يكن ليخطينا وما أخطينا لم يكن يصيبنا هنا في هذا المشهد كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد دمر هذا طريق رئيسي الواصل إلى كافة منازل المواطنين بعد أن أرغم المواطنين عنوة وتحت تهديد السلاح وإطلاق الرصاصة فوق رؤوسهم على الهجرة قصرا من منازلهم معظم العائلات هاجرت من الحي الشرقي بعد أن أجبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الخروج من منازلها قصرا وتم احتلالها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية نحن عشنا المرحلة التي مرت عليها في اجتياح الصهيوني البربري الوحشي الذي استهدف كل الحجر والشجر ولم يبقى في جنين إلا دمره هذا جاء المحتل الغاصب الجبان بس ليترك أثار الضمار حول جنين وحول الحار الشرقي وحول منطقة جنين كلها إلى ضمار هائل لا يستطيع الإنسان البشري أن يعيش في هذه المنطقة من سبب الاحتلال المجرم فنقول للاحتلال أننا عدي ترسائل لا الاحتلال ولا العالم أنه مهما دمروا ومهما خربوا ومهما مزال الإنسان الفلسطيني موجود لن يرهبون ولن يحققوا أي شيء لنا سنبقى على هذه الأرض صامدون لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بالمزيد من التصعيم جنين لكن رغم هذا الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال المتواصل منذ ستة أيام متواصلة على كافة أرجاء المحافظة سيبقى الشعب الفلسطيني وخاصة أبناء شعبنا في جنين ثابتين مرابطين حتى الرمق الأخير ودحر الاحتلال من هنا من منطقة الحي الشرقي في محافظة جنين أمن بلالو تلفزيون فلسطين